المصري اللي حيقام على الاراضي الاماراتية الشقيقة بكرة ان شاء الله عندنا مواجهة مهمة جدا مع فريق مودرن فيوتشر على لقب كأس السوبر المصري وده طبعا بعد ما حققنا فوز غالي جدا على سيراميكا كليوباترا فمبورا ما كانتش سهلة بس الحمد لله كانت نهايتها سعيدة وكالعادة من خلالها اكد النادي الاهلي ان هو ملك البلاس ناينتي كان طبعا لقاء قوي جدا انتهى بهدف نظيف احرازه امام عشور الحقيقة فوز الاهلي اول امبارح يعني اسعدنا جدا لأكتر من سبب يعني اولهم ان الفريق يعني الحقيقة ودي كلمة حقا لازم تتقال واجه صعوبات يعني شديدة جدا في مسألة الارهاق اللي بيمر بيها بعد مشاركة كبيرة في نهايات كأس العالم للاندية لو تفتكروا لعبنا ثلاث مباريات في اقل من ثمان ايام تقريبا وده طبعا حمل بدني صعب جدا 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 وبرضو ما ننساش ان قبلها كان عندنا مباريات في الدوري ودوري ابطال افريقيا ده طبعا غير مشاركة اللعيبة الدوليين مع منتخبات بلادهم في تصفيات المونديال اللي كانت في شهر نوبمبر اللي فات يعني بنتكلم على ضغط كبير جدا 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 اتعرض له لعيبة النادي الاهلي اللي طبعا بحكم ان هما لعيبة في النادي الاهلي فبالتالي هما بيشاركوا فاكتر من بطولة وده اللي حصل او اللي حاصل كمان لسه في الموسم الحالي احنا وضعنا كالقاتي يعني في الدوري العام مازلنا ماشيين بشكل جيد رغم طبعا التعادل اللي عكل علينا الحقيقة يعني الفترة الاخيرة في مبارتي سموحة وجونة وفي دولي ابطال افريقيا مازلنا متصدرين مجموعتنا برصيد خمس نقاط يعني احنا كده متساويين مع يونج افريكنز بس ما ننساش ان يونج افريكنز لعب مباراة زيادة عننا يعني ان شاء الله احنا عندنا فرصة كافية وكبيرة في التأهل كأول المجموعة وطبعا في بطولة كأس العالم للاندية بقى سجلنا حضور مميز جدا وحصدنا الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الاهلي وبالمناسبة مع احرازنا للبرونزية الرابعة في تاريخنا كسبنا كمان معاها احترام العالم كله واشياء